اشتركوا في القناة علشان فيه شيطان الشيطان مهمته الاولى والاساسية هو انه يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى ويغدك انت وحياتك دايما للسوق طب اللي يديلك يا سيدي على دعاء لو قلت كل يوم وانت نازل الصبح من البيت ربنا هيحفظك ويحميك ويبعد عنك الشيطان الحقيقة ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سبش اي حاجة من جوانب حياتنا الا ودانا الحل لها بس للأسف فيه ادعية كتيرة جدا بقت سنن مهجورة واحنا ما بنقولهاش على الرغم ان الادعية دي فيها الحل لكل حياتنا الدعاء يا سيدي اللي هتقوله وانت نازل من البيت الصبح هو دعاء سهل جدا سهل جدا تحفظه ولو يا سيدي ما قدرتش تحفظه حاجة بسيطة جدا افتح الموبايل بتاعك وكتب الدعاء ده وراي على النوت وكل يوم وانت نازل الصبح قول الدعاء ده الدعاء هو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضلب او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي كلمات بسيطة جدا وان شاء الله سهلة خلينا نمسك الدعاء الجميل ده ونقسمه لشقين الشق الاول النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان الكلمات البسيطة السهلة دي لو قلتها كسبت الاربع حاجات الجمال دول طيب الشق التاني اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي انت عارف بالكلمات دي انت استعزت من او حش ثلاث حاجات ممكن يقبلوك في يومك الضلال والجهل والزل اظن مفيش اجمل من كده يلا كلنا نبتدي ان شاء الله من بكرة نقول الدعاء الجميل ده كل يوم واحنا نزلين من البيت وان شاء الله بسبب الدعاء ده حياتك هتتغير للأحسن ان شاء الله حياتك هتتغير للأحسن ويومك هيبقى جميل ونفوش اي مشاكل باذن الله والشيطان يبعد عنك ان شاء الله اتمنى تكون الفكرة عجبتكم وشكرا على وقتكم اشوفكم على الف خير وابدأ بكرة بفكرة